بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما تتجاوز كلمة الأهلي معنا الفرحة إبراهيم أهلا بك يا بشماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة 899 جاي أعتقد في إسبوع الأهلي خرج فيه من مباراة زهاب كبيرة جدا ويترقب مباراة إياب حاسمة أوي لكن المهندس عدلي يراها تتجاوز حدود الفرحة شوف يا أستاذ إبراهيم أنا يعني كان في حوار بيني بين قاعد الأصدقاء من يومين كده وقال لي كلمة توقفت أمامها أنا كنت حساسها وكنا بنتنغش فيها قال لي عجلي ما بقناش نفرح يعني فوز الأهلي ما بقاش فرحنا إحنا تجاوزنا معنا الفرحة اللي بفرحنا الإفتخار بالأهلي يعني إحنا لما نسمع إن الأهلي بقى رقم كذا على العالم بنحس بالفرح لما بنكسب ماتش ما بنكسبش ماتش لا لما بنكسبش ماتش بنزعد طب لما بنكسب ماتش بنرتاح لكن ما بنفرح شي فخلاني أتأمل فعلا هو الاعتياد على المكسب جعلنا نعتاد على الفرحة فتجاوزناها إلى أمور أعمق بكثير أعتقد هذا هذا كلام مهم قوي اعتياد الفرحة اعتياد النصر اعتياد الفرحة وإنك أصبحت الأهلي عمل على احتكار البطولة ولذلك عندما تخسر مباراة تخسر بطولة أو تخسر مباراة ويتجاوز الأمر عندما تكسب بدون عرض طيب الأمور بتروح مع جماهير الأهلي في حتة مخليها مش عارفين استمتعوا الأهلي قوي مفيش فرقة في العالم بتقدم ما يقدموا الأهلي لجماهيرها وعشان كده جمهور الأهلي عايش حالة الزهوة والارتباط بالأهلي في قيمته ومعناه اي فهو شاف الأهلي حاجة حاجة خرافية كما يراه العالم اي احنا انت مجاهز حاجات هتشوفوا العالم شايفنا ازاي اي